احنا في سباق السباق هذا يعني في النهاية سيختم بالموقع ان المدرسة لا تعلم الطفل وانما الفلسفة الرئيسية ان احنا نساعد الطفل ان يتعلم تعلموا تعلموا التربية سنتناول اربع محاول رئيسية المحور التربوي جانب التعليم وبناء المهارات ثم نأتي للجانب الاجتماعي وهو مشروع الزواج الجانب الرابع ان شاء الله هو الجانب النفسي والروحي والدين علمتني الحياة من خلال التربية ثلاث اولاد وثلاث بنات ان احنا في اختصار لما نتزوج ونجيب اولاد احنا جد 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 ما نفهم في التربية يعني غير المتخصصين في التربية ما نفهم في التربية بصراحة يعني فنقوم احنا نتعامل باحد امرين نتعامل اما بما عمل معنا من ابانا وامهاتنا فنقوم نسويه في اولادنا او يعني ما نشاهده حولنا او نستعمل التجربة والخطأ على النصيحة الاهم في هذا المحور هو ان تعلموا تعلموا التربية لا تستعملوا ما جربوها هلكم معكم لان هما جاءوا في زمن غير هذا الزمن واليوم احنا نتعامل مع اولاد يعيشوا في ظروف وفي ضغط مختلف تماما عما كنا نعيش فيه فبالتالي ما جرب معنا ليس بضرورة سينجح مع الاولاد في الجيل الحالي والامر الثاني ان التجربة والخطأ قد تأتي بكوارث الحقيقة فالانسان ما انصح انه يمشي بهذا وانما روحوا تعلموا تعلموا التربية وتعلموا مشاكلها وتعلموا منهجياتها وكيف تتعامل مع الطفل العنيد ولا الطفل السارق ولا الطفل الكاذب ولا كيف تزرع فيهم الهمة وكيف تزرع فيهم الطموح هذه كلها امور لا تأتي عشوائيا هذه أمور منهجية ويعني اذا تعلمت تستطيع ان شاء الله ان تطبيقه تعليم هو ما يأخذه الانسان في المؤسسات التعليمية الرسمية سواء رسمية بمعنى حكومية او خاصة لكنها رسمية اما التعلم فهو الذي ممكن ان يأخذه من كل الحياة وليس بالضرورة في قالب معين او في مؤسسة منهجية فالمعرفة كون ان الانسان درس حتى يمكن وصل الى دكتوراه ليس بالضرورة ان يكون عندهم اعرف الفلسفة الرئيسية ان المدرسة لا تعلم الطفل وانما الفلسفة الرئيسية ان احنا نساعد الطفل ان يتعلم ونحن نعلمه كيف يفكره وما هو التفكير الخطأ ما هو التفكير الصواب ما هو التفكير المنهجي ما هو غير المنهجي ونعلمه كيف يفكر في افكاره اليوم عندنا احنا مسائل محسومة جدا وهو ان الشهادة الجامعية في التوظيف لا قيمة لها هي لا تشير الى ان هذا الشخص عنده امكانية ان ينجح لا في الحياة ولا ينجح في الوظيفة قيمة الحقيقية هي لقدرة الانسان على التفكير والتحليل هذا رقم واحد رقم واحد القدرة على التفكير والتحليل رقم اثنين هي القدرة على الابداع هذه مهارات الانسان التعليمية انشئنا غير الخلق يعني ان خير من استاجرته قوي الامين لكن الناس تنظر لشهاداتها لا تهمني شهاداتها والناس تنظر لدرجاتها على فكرة الدراسات جدا 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 واضحة ان اللي درجاتهم ممتازة في الغالب يشتغلوا عند الناس اللي درجاتهم وسط مهارات الرئيسية التي يحتاجها الناس في الحياة الوظيفية هي مهارات اتخاذ القرارات الإبداع القدرة على التحليل والتفكير القدرة على حل المشكلات القدرة على الإقناع القدرة على التفاوض طيب السؤال اللي دخل كلية وجاء بالدرجات العالية جدا ما هي المواضع التي درسها من هذه الامور بإيجاز شديد ايه أهم خمس مهارات لازم الشباب في هذا العصر الحالي عصر الذكاء الاصطناعي والتواصل والانترنت ايه أفضل خمس مهارات لازم الشباب يتميزوا بهم أو يبنوهم في أنفسهم من أهم المهارات على الإطلاق هي مهارة اتخاذ القرارات اتخاذ القرارات هذه منهجية يعني هي ليست والله ايه القرار هو كذا لا لا هناك خطوات لاتخاذ القرارات بطريقة منهجية مهارة أخرى رئيسية جدا سيحتاجها في كل الحياة وهي مهارة التعلم يتعلم كيف يتعلم أنا أمل دورة ولي كتاب اسمه تعلم كيف تتعلم الأمر الثالث لعله مهارة رئيسية جدا وهي مهارة التفكير المنهجي التفكير الناقض ناقض كريتيكال تينكي فيعرف كيف يفكر وهذا طبعا ممكن يأخذ فيها دورات وكذا لكن من الطرق اللي تساعد عليها أن يدرس الإنسان المنطق علم المنطق فكلما تعمقت في هذا كلما تطور عندكم التفكير المنهجي المهارة الرابعة الرئيسية التي أعتقد أن كل الشباب يحتاجوها هي مهارة التخطيط كلما تعمقت في التخطير ومارست التخطير سواء تخطيط طويل المدى سراتيجي أو تخطيط قصير المدى تشغيلي سيتطور كل شيء عندكم ولعل المهارة الخامسة أنه هو كيف تحول الأفكار إلى مشاريع وبالتالي تأسيس وإدارة المشاريع خلينا نفهم أن الإنسان أهم شيء يعني يملك الإنسان ليس المعلومات وليس حتى المهارات وإنما القيم ما هي القيم التي يتبنىها هذا الإنسان والقيم درجات منها قيمة التوحيد ومنها قيم الصدق وفي قيم الآن يأتي سؤال من الذي يشكل القيم عند الإنسان هذه القيم اللي عندي وعندك وعند الآخرين من أين تشكلت فكثير من الناس يقول والله من الإعلام لا هي ليست من الإعلام هي الجواب على هذا السؤال الهام أن القيم بالدراسات تتشكل حسب العمر فمن إلى عمر عشر سنوات أكبر مؤثر هو الأسرة وذلك من الأخطاء الشائعة التي الأباء ولم يقعوا فيها يقول خليه يلعب لما يكبر العلم ولا الرب راحت عليكم أهم فرصة إلى عشر سنوات هي فرصتكم في زراعة القيم لأن من سن 11 إلى 14 سنة هذا السن بالذات أكبر مؤثر في زراعة القيم هو المدرسة لأن الطفل في هذا السن بالذات يقضي في المدرسة وفي الواجبات المدرسية وما يتبعها أكثر مما يقضي معه أهلا فالتأثير يصبح أعمق والتعلق بالمدرسين يصبح أكبر ومثالها بعد هذا السن من 15 إلى 18 سنة يصبح أكبر مؤثر هم الأصحاب وذلك في هذا السن بالذات يصبح التأثر بالتدخين ولا بالصلاة ولا بشكل واضح في هذا السن لأن الأصحاب هم المؤثر الأكبر بعدين لما نأتي من 19 إلى 25 سنة يصبح المؤثر الأكبر هو الإعلام بعد 25 سنة يندر أن الإنسان تتغير القيم عندها تبدأ القيم تستقر هذه المعادلة اليوم تغيرت شوية زيادة وهو أن طيب في البيت الطفل في أول عشر سنوات سيتلقى من أمه وأبيه طيب الأم والأب لما يربوا ولدهم واللي يعلموه ما هي القيم اللي عندهم هم من وين تشكلت عندهم وكيف قاعدة تتغير فيأتي هنا تأثير الإعلام على الوالدين الإعلام أولا فتنة للإنسان وفتنة للناس وبعدين الفتنة هنا تأتي من ضربة رئيسية جدا وهي النية ضربة النيات يعني بسهولة لا نحن في الإعلام أقدر أمثل أني مخلص وقعد أبكي أمام الناس عندنا دعاة يتكلموا عن القيم وعن الأمة وعن الشجاعة وبعدين أول ما صار الربيع العربي خارت عزائمهم وصاروا نماذج من شيوخ الصلاة طيب يعني أين هذا الكلام كله أين قيمة هذا الكلام فترجع المسألة للنيات وذلك الله يرى عليكم أي واحد فيكم أي واحدة تدخلوا في الإعلام والآن في الإعلام الجديد أولا لا يصير عندكم هوس كم كم العدد والمتابعين ركزوا على مبادئكم اللي يركز على المبدأ ينام قرير العين وينام سعيد اللي يبكي على المصالح هو اللي هو اللي حياته قلق نفسي وألم ومعرفيش وبكاء يعني في النهاية ضعف داخل أنا هنا رسالة والله أحب أوصلها والله 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 إحنا في سباق إحنا في سباق السباق هذا يعني في النهاية سيختم بالموت سيختم بالموت والسباق هو كم تنتج قبل أن تموت ف كل ما زاد إنتاجه كل ما جائزتك تكون أكبر معدلة معروفة فأنا أستعج أتعجب من الذين يعني ما يستفيدوا من فترة السباق وهنا تتسألني عن العمر ولكذا فأحب أشير إلى شغلة قول السباق متى يشتد والخيل متى تسرع أقصى طاقتها لما يقترب السباق من خط نهاية عندها تشتد أقول أقول أن الخيل تشتد لما يقترب النهاية نحن الآن في العد التنازلي فالإنسان لما يقترب من خط النهاية يزداد أنت جيته ويزداد عطاءه لأن الفرصة قاعدة تقل مع الأيام فيا شباب يا شباب الله يرضى عليكم استفيدوا منها وأنتم شباب لا تستنوا لما صيروا كبار أنا أقول لهم صحيح الروح شباب يا دكتور لكن الجسم بطل يلحق الجسم هو اللي معطلنا فاستفيدوا من فترة شبابكم قبل أن يعطلكم جسمكم لأن في النهاية سيعطلكم فأنتجوا قدر ما تستطيعوا حتى تستطيعوا أن تلقوا الله سبحانه وتعالى بأعلى الدرجات فعالوا القرس وعملوا سبسكريبشن واستنون كل يوم الساعة السادسة على قناتنا على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته